أهلا ومحبا بكم مشاهدين أعزاء النهاردة إن شاء الله حنعمل مع بعض طبقين من المطبخ الإيطالية ومن الأكاة الإيطالية الطبق الأول من صدور الديك الرومي بسوس كده جديد برضه والطبق الثاني الطبق من الماكارونا اللي هي اللينجوينة اللي احنا قلنا عليها شبه الاسباكاتي دي بالسمك سمك الفلاء حنعمله قدامكم مع بعض ونشوف البطاعة زي حنبدأ النهاردة بأول الأول حنبدأ بالطبق الرئيسي مفروض اللي هو الديك الرومي احنا محتاجين إن احنا الأول نشوي الديك الرومي بتاعنا فاحنا الأول حنحط شوية زيت على الصدور الفراخ بتاعتنا دي نشويها كويس ولا محفروض إن هي تتزبط أو تتقطع كويس حنعمل كده وحنزبطها عشان على بال مع الجريل بتاعنا يسخل حنعمل كده وهي ناخد دي كده اهو ودي كمان ناخدها كده بالعرض أنا ما استكفي كده هحط شوية زيت هنا بسيط كده وهدعك كل صدور الفراخ بتاعتي كده وهحط لها شوية ملح وفلفل ننزل كمان شوية وهنا بنعمل كده لما يستني طبعا مستني أنا الحاجة بتاعتي لما تسخن أو الجريل بتاعي لما يسخن بدأ شوية اهو أنا عايزه بقى ساخن قوي عشان أشوي فيه الصدور بتاعت الدي كروم بتاعي في الوقت ده هعمل حبشر شوية برتقان جيب طبعا هنا كده وهنبشر البرتقان بتاعنا ناخد منه بس شوية صغيرين كده من قشر البرتقان بتاعي ده عشان يدي طعم حلو للطبق اللي أنا بعمل ان هو مفروض ان هو بالبرتقان فبنحن اخد قشر بس وانا يكفيني الشوية دول انا ارجع دي كده اشوف الجريل بتاعي الجريل بتاعي بدأ عشان اطلع عليه وامسك بدي كده احط الاول قلو ادي كروم بتاعي بيتشوي الاول ستوي كويش شوية لان انا بعد كده نحتاجه عشان ادخله في الصلصة بتاعتي يعني بنعمله على الوشينا جماعة اعتقد انها سهلة يعني مفقاش مشكلة دي نعمل كده ونشوف لسا شوية قلنا جماعة لما نيجي نشيل لما اللحم اي نوع من اللحم يعني لما عشان بتلزأ او ما بتحط انا على طول امسك الطرف كده واعمل كده لو بتطلع معايا اقوم اشيلها والفها بس طبعا انا مش رفاض لان انا محتاجها تستوي لدرجة معينة يعني الشرايط دي تتقل شوية يبقى لونها واضح بحيس ان انا ابقى متأكد انها بقت مستوية كلها وما شوية زي ما انا عايز مصبوط اعمل كده انا واحط شوية ملح بسيط كده عليها كلها والفلفل بتاعي برضو نفس المسألة وابدأ ان انا اشوف اه طالما بصوا بتطلع معايا ما بتلزأش يبقى خلاص الوش بقى مصبوط معايا اهو كده لان احنا برضو هنحط لها هنحطها مع سلسة برضو على النار فايبقى برضو هتكمل السوا بتاعها بس انا عشان كده تمام انا دي خلاص مش محتاجها وحطلع على الطبق هنا بتاع العصير اللحمة بتاعتي هعمل كده انا محتاج بعد كده حالة هعمل فيها هحط فيها بتحط فيها شوية جيلاتينة بودرة من اي اي مكان اي يعني اي سوبر مركب هتلاقيها بسهولة بحط عليها شوية كوب اه مية كوباية مية وبشد شوية مع بعض بزود العصير العنب وبحط قشر البورتغان اللي هو حيديني الطعم اللي انا عايزه ولما بتتقل خالص بستناها لغاية لما تتقل خالص بيتبقى ايه الكريمة بتاعتي خادف اللون بتاعها مصبوط خلاص انا كده بتهايقلي اللحمة بتاعتي لاني برضو زي ما قلت هكمل سواها دي عشان عالية شوية فانا هسيبها يعني هقلق كده دقيقة كمان الجيلاتينة دي يا جماعة هي اللي هتعمل لي الكريمة عشان بعد كده احطها ايه احط معاها اللحمة اللي انا شويتها دي بعمل كده اهو خلاص دي انا كمان خلاص انا كفاية كده علي مش محتاج بيت خلاص تاني احطها دي كده هنا وهحطها وهبدأ ان انا اعمل الكريمة اللي انا قلتلكو عليه هنبدأ الاول بكباية ميا بقدر كباية وهنزل الجيلاتينة بتاعتي انا هعمل كده عشان انا عايز اضربها معها اقلق كويس بحيش اللي انا افك الجيلاتينة دي خالص مع الميا هي طبعا اول ما تحسش بالسخنية هتبدأ تفك معايا اسرع انا بقلق كويس اهو لازم والسكر بتاعي برضو البني ده هيديني طعم اللي انا عايزه كده اهو هنبدأ ان احنا حبدأ ازود العصير بتاعي بتاعي العنب وحط شوية السكر دول بتوعي كده حبة بسيطة برضو وهقلب كويس وحبدأ ان انا انزل الورق او القشر بتاع البرتقان بتاعي اهو وانا طبعا مش مستغسر ان انا اباوز البرتقانة اوارميها فانا حعصر دي معاهم كده قادي واحدة وقادي التانية نعمل نعمل كده وحنبدأ بقى ايه في الحلقة في التسوية اللي هي تجيبلي الكريمة بتاعتي انا كده جماعة خلصت حعمل بس هقطع ديات شوية وحنزل دولت مع الجيلاتينة هي اللي هتقوم بعمل الكريمة هي اللي هتشديلي الكريمة انا هبدأ انزل خلاص اهو عشان يتشرب من كل من المحلول بتاعي وحغطيها وحبدأ ان انا اهي كده وطبعا السوس ده بيدي طعم خلاص كده انا خلصت او تقريبا خلصت طبع الاول بتاعي انا مش محتاج حاجة تاني غير ان انا احط عليه الملح والفلفل بتاعي ادي الفلفل اهو وادي الملح هتفضل كده يا جماعة لغاية اللامة تستوي على الاخر خالص وفي الاخر الجيلاتينة اللي انا اعطيتها هي اللي هتعمل لي حتى اقل لي وهتعمل لي المحلول بتاعي وحيبقى كريمة تقيلة هطلع فاصل يا جماعة ولما نرجع ان شاء الله هيكونوا الطبق ان شاء الله خلصوا هنطلعو نورهولكو ونبدأ ان شاء الله مع بعض في الطبق التاني انتظرونا واتروحوش في اي حد اشتركوا في القناة نحن